سبحانه خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تكونوا في صحة وعافية دكاتر حبيتة الله عليكم اليوم الصباح اتكلم في موضوع بيثار فيه جدل كثير بالرغم ان الموضوع ما يحتاج هذا الجدل وهذا الخلاف والتحدي بين اخصائيين الاندو واخصائيين الجراحة اكيد الكل بدأ يستشف ايش الموضوع وهو موضوع البرأبكال ليجين ومعالجات البرأبكال ليجين طيب كمقدمة سريعة الراديوليسينت ليجين في طب الاسنان بيكون لها مصدرين اما تكون اندودونتك اوريجين بيكون السبب الرئيسي لهذا الليجين موجود في المصدر السبب البكتيري الموجودة داخل القناة او بيكون نان اندودونتك اوريجين اللي بيكون اما بيكون سيست بون ديزيزز الناتومي كاللاندمرك حتى احيان بيحصل لها فهذا الموضوع انا قد تكلمت عليه قبل خمس سنوات شاركت فيها في محاضرة في مؤتمر طب الاسنان المباشر في الوطن العربي وكمان نزلت عليها فيديوهات في اليوتيوب لكن في الاونة الاخيرة كثير من السفسارات وصلتني رسائل من الزملاء بخصوص هذه النقطة موضوع البرئيب كالليجين فحبيت اعيد بالانزال فيديو جديد اتكلم فيه مرة اخرى على مبادئ في طب الاندو شوفوا في الاندو دونتيك اوريجين اكيد حيكون المعالجة تبعها بتضمن خطوات الجراحية تدخل الجراحية سواء كانت بون ديزيز تيومرز لا قدر الله كل هذا ولا بنستطيع ان احنا نشخصا من الاندو دونتيك اوريجين عن طريق البلب سنستيفي تيست بنعمل الفحص للأسنان المجاورة لهذا الديجين فاذا كانت نتائج الفحصات استجابة طبيعية اذا هذا الليجين بيكون مصدره ما لاش علاقة بالاندو ما لاش علاقة بالبكتيريا داخل القناة ما دام الاسنان المجاورة استجابت لي بشكل ايجابي فلذلك هنا حيكون الحالة تتحول الى اخصائي الجراحة اللي بيعملها تدخل الجراحة بناء على نوعية الليجين اما اذا كان اندو دونتيك اوريجين فهنا يكون الخلاف او النقاش اللي بيحصل في هذا النوع من الليجين وانا راح ارتب المسألة بشكل مبسط عشان تكون هي رفرنس او قاعدة بنمشي فيها في المعالجة جميعا عشان نوصل في الاخير الى شفاء المريض بإذن الله حالات الاندو دونتيك اوريجين يعني معايا الليجين بريابك الليجين بيظهر في الاشياء على الراديولوسنت وتكون الاسنان او السنان المجاورة لها نيكروتيك ما فيش اي استجابة في عملية الاي بي تي هنا بيكون السؤال هل بنعمل اندو فقط هل بنعمل اندو جراحة او هل بنعمل اندو وننتظر ونعمل فولو اوب ومن ثم بنقرب هذه هي اللي تشتي لها توضيحي خلونا نتفق قاعدة ان جغرافية الليجين حجم الليجين شكل الليجين الاسنان يعني المكان اللي يظاهر فيها الليجين لا يحدد لا نستطيع بناء عليه نشخص ما اذا كان هذا الليجين جرانيولوما بريابكال جرانيولوما او بريابكال سيست خلونا نتفق صحيح انه كان في الستينات او قبل الستينات كان احد معايير التفرقة باستخدام الاشعة ما بين الجرانيولوما وما بين السيست هو شكل الليجين فاذا كان على طول تشخص سيست اذا كان فيها راديو اوباسيتي بوردر حول الليجين هذا كمان كانوا يشخصوها على انها سيست على عساس ان عملية الاكسبانشن اللي بتحصل للسيست هي اللي بتعطي راديو اوباسيتي للبوردر حق الليجين كمان هذا ليس معايير في تشخيص السيست و انه اكثر من 2 سنتيمتر اكثر من 2.5 سنتيمتر هذا معناه انه ليجين ماهوش انه سيست ماهوش غرانيولوما كل هذولا كانت معايير كانت تتبع وتتخذ في تشخيص حالات السيست ولكن الابحاث الجديدة اثبتت انه حجم الليجين ابدا لا يعني انه سيست قد يكون غرانيولوما ابحاث كثيرة انه عملت باخذ بايوبسي لمرضى كانوا اندر جوينج ابكال سيرجيري فشخصها قبل العملية باستخدام البانوراما وبناء على المعايير القديمة اللي ذكرناها الثلاثة هذولا اللي هي حجم الليجين شكل الليجين وجود الراديو اوباسيتي بوردرز شخصت على انها غرانيولوما او انها سيست ولكن بعد عمل الابيكال سيرجيري لابسيكترمية وعمل هستولوجيكال استودي اثبتها عكس ذلك فكانت الليجينات اللي كانت بحجم كبير وكانت مئة في المئة تشخص على انها سيست تقريبا تسعين او خمسة وتسعين من خمسة وثمانية الى خمسة وتسعين في المئة طلعت غرانيولوما فهذا البحث وعديد من الابحاث المشابهة لها اثبتت ان طريقة التشخيص باستخدام الاشعة طريقة غير دقيقة لا يمكن الاعتماد عليها في تشخيص الحارات اوكي اذا ناهيك عن انه ان السيست اذا لقينا صعوبة في تفرقة ما بين الغرانيولوما والسيست عادة السيست كمان له 2 types له نوعين واحد يسمى true cyst والاخر يسمى bucket cyst طيب اوه الفرق بينهم في حالات ال bucket cyst بيكون ما زال السيست احنا زي ما احنا عارفين انه السيست هو عبارة عن ماذا عبارة عن ساك كيس بيحصل lining by epithelium التجويف الداخلي بيكون مبطن بخلايا epithelium بيحصل لها cell division وتتكاثر اللي بي يرجح انها rest of malysis خلايا epithelium اللي موجودة في rest of malysis اللي هي في مرحلة development of root بقايا root sheet هذه لما يحصل لها مش عارفين اشياء السبب الرئيسي اللي بيخلي بعض الاسنان يحصل لها irritation تحول الى cyst بينما الاغلب تتحول الى granuloma لحد الان الاثيولوجي مش موضح مش واضح عند العلماء ولكن اذا حصل الى cyst فان هذه الخلايا بيحصل لها cell division وتتكاثر ويحصل لها lining لهذا الساك اذا حصل هذا lining completely circulation circular يعني دارت بشكل كامل بشكل دائرة بتمفصل عن تجويف القناة فتصبح هذا الابكس وهذا السست منفصل هذا يسمى true cyst بينما النوع الاخر اللي يسمى bucket cyst بيكون حاصل circulation ولكن incomplete ما زال نهاية الابكس متصل مع تجويف السست بمعنى اخر ان محتوى القناة يستطيع ان يتسرب لداخل تجويف السست وهذا ما يسمى bucket cyst اذا الفرق بين true cyst والbucket cyst ماذا؟ هل حاصل complete circulation للإبيثيليم او لا؟ طيب سؤال إبيثيليم كنك soft issue ولا heart issue؟ طيب كيف حنشخصها في الأشعة؟ ما نستطيعش طيب ليش الفرق لما نشخصها في الأشعة؟ ما إذا كان true cyst أو bucket cyst؟ من الوصف التشريح اللي شرحتك قبل شوية هتستطيع انك تستمبط انه في حالة bucket cyst اللي بيكون ما زال فيه اتصال ما بين محتويات السست مع تجويف مع محتوى القناة هنا في هذه الحالات إذا نعمل good root canal treatment سيختفي اللي جين بإذن الله لكن لما يحصل complete circulation انفصل كان في البداية bucket cyst ولكن مع استمراريتيشم وبياتيوليجي معين مش معروف لماذا بيحصل انه ينفصل السست فأصبح السست مو نغلق على نفسه مو نفصل عن تجويف الابكس أو تجويف القناة هذه الحالة في هذا النوع true cyst حتى لو نعمل good endo ما رح يختفي اللي جين ما رح يختفي السست إذن الفرق بين true cyst والبوكسيس بيحدد لي treatment plan هل بكتفي بالإندو فقط أو بحتاج عندو بعدها تدخل جراحي وهذا الفرق بينهم وزي ما ذكرنا الإبيثيليام وما رح تظهر معي في الأشعة إذن وصلنا الآن للنقطة نحن عاجزين عن طريق استخدام الأشعة مفرق ما بين السست وما بين الجرانيلومة حتى لو كان well circumstrate حتى لو كان آخذ منتصف الفرق حتى لو كان size كبير لا يعني ذلك إن هذا cyst الأبحاث أثبتت إنه في ليجينات أخذت نص المندبل وفي الأخير بتطلع جراد granuloma بإندو فقط بيختفي اللي جين هذا كامل بإذن الله إذن we cannot differentiate between granuloma and cyst باستخدام الأشعة ناهي كأن إن هذا cyst كمان ما نقدش نفرق ما إذا كان بوكسيس أو true cyst إذن البروتوكول اللي حنت تبعه كيف هيكون من دون ما نخلق جدل من دون ما نخلق إناد وتجريح في تخصص الإندو على تخصص الجراحة بالأكس إحنا كلنا تخصصات الهدف إن إحنا نشتغل كفريق واحد في خدمة المريض يهمنا شفاء المريض ووصوله إلى العافية بإذن الله فهيكون البروتوكول كالتالي أول حاجة هذا اللي جين تشخصه هل هو endodontic origin ولا non-indodontic origin إذا كان non-indodontic origin عن طريق عمل البلب تست للأسنان المجاورة لهذا اللي يجبين وطلعت أنه جميع الأسنان المجاورة vital respond normal sensitive حولها على عطول المغزل في أشياء الحالة أصبحت non-indodontic origin حلو إذا كان هذا اللي جين endodontic origin أن واحدة من الأسنان هذه حصل لها ما حصلش لقيها أي respond للبلب تست وركز حتى لو كانوا أربع أسنان داخل اللي جين لا يشترط أن الأربع الأسنان هذولا يحتاجوا عنده أحيانا يكون معايا central واحد وفي ثلاث أسنان داخل اللي جين جوارد central هذا ويكون السبب واحد فقط والcentral حتى والأسنان المجاورة inside the legend حتى لو عمل 3D وشوفت أنه الroot والأبكس تبع الأسنان المجاورة inside the legend completely لا تحكم عليها أنها تحتاج عنده لازم تستخدم البلب تست فإذا جاب لك البلب تست من أصل الأربع الأسنان سنة واحدة فقط رسبوند حقها negative والباقي رسبوند normal تعالج هذه فقط وإن كانوا الأسنان المجاورة داخل اللي جين حيقول البعض يا دكتور قدو داخل اللي جين يعني قدو حصل له النكروسيس لا مش شرط ما هو اللي جين بيكون إما زي ما ذكرنا السيس أو غرانيلومو في الأخير هو عبر عن صوفت شو بيستطيع أنه ينمو ويتغلغل حول الأبكس بجوار النيرف بجوار البلد في السابلاي من دوم يعملها كت اللي جين بيعستطيع أنه يعمل كت للنيرف والبلد سابلاي اللي بيدخلها التوث هو التيومرز لذلك الحالات الممكن أن أعمل بالب تس وتطلع نيكتف ما يكون شيء حقيقة تكون تيومر لقدر الله وهذا النقطة تخلينا نحط بعين الاعتبار ضروري بعد أي معالجة نعملها اندو لليجين لازم نعمل فولو أب عشان نطمئن أنه اختفى الليجين ضروري جدا حتى وين كانت نسبة التيومر قليلة جدا ولكن هذا المريض اللي نسبته نادر حدوثها إذا صادف وجالة عندك وبتتبع هذا البروتوكول وبتعمل أشعة وبتطمن في الفولو أب بعد مرور أربعة شهر ستة شهر للمريض وتطمن أنه اختفى الليجين قد تكون أنت من سبب في إطالة عمر هذا المريض وأنه تحافظ على رب أسره أو ربت الأسرة أم لها أطفال متعلقين فيها شمعة البيت لذلك موضوع الفولو أب موضوع ليس اختياري ليس شيء بتعرضه للمريض أنك حابب تجي أو ما تجي هذا الشيء راجعك لا هو يعتبر خطوة من المعالجة تمام إذن زي ما اتفكنا كيف عرفنا نان اندونتك عن طريق البتست فإذا ما فيش استجابة في استجابة للأسنان جميعهم نورمال تحولها للأخصصة الجراحة إذا فيه سنة واحدة أو مجموعة السنان ما بتستجيبش بشكل طبيعي للأسنان على طول هنا بنشخص الحالة أنها اندودونتك أرجي طيب أيش نقول علي هذا اللي يجب هل نقول عليها بريابكال جرانيولومة بريابكال سيست بريابكال بوكال سيست أو تروسست ما نستطيعش راديوغرافيكالي ويكان الطريقة الوحيدة هي الهيستوليجيكال وتعتبر مش مش كلينيكالي يعني أمش معقول لأ أخلع السنة عمل لها بايبسي عشان نشوفها وأرجع السنة عشان أشخصها فقط إذا نتفك أن يتم تشغيصها بالمستلحة العام الي هو كرانيولومة بريانتايتس الي بدين درج تحتها الجرانيولومةดليومة ويكان سيست إذا تكون تشغيصها حالة كرانيولومة بريانيتس��이 التحتى مقطة من أولالسطر ما تقولش غرانيولوما ما تقولش سيست حذاري انك تطلع تتكلم في محاضرة او تشرح امام ناس اخصائي اندو ونس مطلعين على الابديت وتطلع تشرح ومن الاخطاء انك تقول في هذه الحالة صادفتنا هذا القريب كالسي لغرانيولوما او سيست وعالج نوع منه كده على طول الحضور المستمعين هيعرفون انك مش فاهم الموضوع اذا لازم المصطلح المستخدم يكون كرونيك ابيكال برجن طايتس اذا يكون المانجمينت بالشكل التالي نعمل اندو ولما اقول اندو يعني جود اندو عشان نضمن انه ما يكونش سبب الفيلر هو قصور في معالجة الاندو لازم يكون اكسلنت اندو سواء في تحديد عدد القنوات في عملية الانتشيبنج اند الربر دام كل خطوة في معالجة اندو بيكون اند الربر دام اما الابتريشي ممتاز بعدين تعمل فراب في ما بين اربع الى ستة اشهر شهر شهرين ببناء الحق شلبون يحصل الهيلنج نعمل اربعة الى ستة اشهر بعد اربعة الى ستة اشهر هل يشترط ان يكون اختفى الليجين مش شرط يكون حجم الليجين كبير جدا احيانا في الاندو بيقولك انه ممكن ننتظر حتى سنتين عشان يحصل كومبريت هيلنج لليجين في الارج سايز وبالتالي اذا انا في الاربعة الى ستة اشهر اشهد ابحث ابحث عن ساين اوف هيلنج علامات الشفاء ولا يشترط ان يكون هيلنج كامل فعلامات الشفاء هتلاحظ ياما الشرين كيش في السايز ياما تلاحظ بداية داخل الليجين بدأ يتكون عظم داخل الليجين كل هذا العلامات الشفاء اكيد مع علامات الشفاء الكلينيكالية السريرية انه ما فيش سوالينج ما فيش فسيولة تظهر بدأ يختفي الالام رجعت السنة فانكشن كل هذولا في غضون اربعة شهر الى ستة اشهر اكدتها بالاشعاء وسريريا اذا هنا بنقول ان الحالة نجحت طيب سؤال ايش كانت التشخيص الحالة ايش كان نوع الليجين حقول لك ما عرفش لربما جرانيلوما لربما كانت بوكت سيست ما حانكش نعرف ما يهمنيش ما دام انه بدأ يحصل هيلنج واستمر بالفولو اف بعد ستة اشهر اخرى واشوف انه حصل كومبليت هيلنج هنا تعتبر ان انتهت معالجتك اما اذا عملت ال good اندو او excellent اندو بعد مرور اربعة شهر ستة شهر ما فيش اي علامات للهيلنج جالس الليجين زي ما هو او ممكن زاد حجمه اذا هنا بشخص ان الحالة كانت عبارة عن true cyst لابد ما يتم عمله تدخل الجراحي والتدخل الجراحي هنا الغرض منه نحنا نشيل هذا الليجين اللي هو اصبح منفصل عن الابكس مهما كان الاندو من عمل بشكل ممتاز هيظل الليجين مكانه هيستمر بحقها الhydrodynamic expansion وتوسع في الحجم اوكي اذا ببساطة ما حنستطيعش سريديا نشخص ما اذا كانت granuloma او cyst ناحيك عن السيست لما حنستطيعش نشخصه neutro ولا bucus cyst فلذلك ما فيش تخصص افضل من تخصص وهذا على فكرة هذا اللي يجاوب لنا على سؤال ممكن ينطرح يقولك طيب اذا كل ما علاقة السيست تتعالج بالاندو ليش لما بيحصل حاجة اسمها الريزج والسيست ما بيختفيش السيست بالرغم ان احنا خلعنا سنة هذا ممكن سؤال يطرحوا الجراحين عشان يحاصروا فيها خصائن الاندو بينما بالمبدأ اللي شرحت لكم قبل شوية تقدر تجاوب هذا السؤال ببساطة عشان اوضح ما هو السؤال ما هو الريزج والسيست هو انه تيجي تعمل اشعات تلاحظ سيست في مكان ادنشولوس الريا ما فيش اسنان وقد فيه سيست تقسمها ريزج والريزج والمعنى بقايا اي بمعنى انه كان هذا السيست مصاحب قبل سن فلما تم خلعه ما ما اختفاش السيست هذا فكيف تجاوب على هذا السؤال ليش ما اختفاش بالرغم ان احنا شلنا السن لانه ترو سيست لانه كان ترو سيست فحتى لما تم خلع السن ما اختفاش السيست لماذا لانه اصلا كان السيست قدر مفصل عن التوث لكن في حالات لما بيكون في سيست وتكون السنة انرسترابل ونخلعها ويختفي السيست هذا كان حالة من البوكت سيست هذا على افترض ان احنا بنشخصها بناء على الشعب وهذا غير صحيح اذا في الاخير نحن بحاجة لمعالجات الراديو بري ابكال ليجينز كرونيك ابكال بيونتايتس الى تخصص الاندو والجراحة لا غنى عن التخصصين لكن انا ضد انه حجم الليجين الكبير او السايزة اللي هو الكسر مبرر انك تكمل عنده وتدخل جراحة مباشرة ليش؟ ليش تدخل جراحة؟ ما تقدش تشخص انه على اساس تعرض المريضة لتخطوة جراحية بينما ما فيش افضل واجمل من خلايا الله عز وجل المبرمجة انها تعمل من نفسها من دون مشرط من دون اي تدخل جراحي فقط انا تدخل جراحيا لما تكون الجسم عاجز عن عمل الهيلينج بسبب ان هذا الليجين اصبح منفصل عن السن عن الابكس وما سميناه بترو سيستم اذا هذا خلاصة الموضوع اتمنى لكم الصحة والعافية واشوفكم على خير ان شاء الله واي مواضيع تحبوا ناقشها ما تنسوش ان انتو تكتبوها في التعليقات وانا حاضر بامن الله